ترجمة نانسي قنقر بأنظمة بأشياء مطلوبة منهم الاستفسار عن موضوع أو الرد على الاستفسار الإشعار بوصول شيء مرسل أو تسلمه وهذه تحدث معنا كثيرا في مواقفنا اليومية وفي حياتنا اليومية أن ترسل إلينا وهذه تحصل أيضا في الإدارات والدوائر والمجالات الأعمال أن تأتي رسالة مضمونها أن الشيء الفلاني قد وصل أو أننا قد تسلمنا الشيء الفلاني للإثبات هذه تثبت أن العمل قد أنجز فائدة مثل هذه الرسالة في هذا الموقف هو حفظ العمل كذلك من المواقف التي تتطلب قتابة رسائل إدارية مواقف الشكوى والتظلم فنحن عندما نتعرض لمشكلات الأمور ليست هملا هكذا نحتاج إلى من يعنيه الأمر ومن بيده حل مثل هذه المشكلات نتقدم إليه بشكوانة بتظلمنا إن نحن تعرضنا إلى ظلم معين ونطرح القضية بين يديه لينجز المطلوب وليتولى الأمر وكذلك من المواقف التي تتطلب كتابة رسائل إدارية رسائل الاعتذار قد تحدث جفوة قد تحدث مشكلة فليس بالضرورة أن تكون مشكلة قد يكون اعتذار ليس من ورائه مشكلة مثلا اعتذار طالب عن مقرر اعتذار طالب عن عدم حضور اختبار هذه تعد رسالة إدارية اعتذار موظف عن عدم قدرته حضور اجتماع معين أو عدم قدرته مثلا على تدريس مقرر معين وكذا هذه كلها من قبيل رسائل الاعتذار بالإضافة إلى عندما تحدث الجفوات وكذا فإنها ترسل هذه الرسائل لتصفية الأمور وإعادة الأمور إلى مجاريها وكذلك من المواقف التي تتطلب كتابة رسائل إدارية التقدم لطلب الوظيفة فالذي يتقدم لطلب الوظيفة يحتاج أن يكتب معروضا على الجهة التي يريد أن يشتغل فيها يكتب فيها الرسالة الإدارية بالكيفية المطلوبة وبالشروط التي ذكرناها ويوضح فيها أنه راغب بهذه الوظيفة وسنرى كيف سيكون المضمون في هذه المرة فيه تعريف بنفسه بما لديه من خبرات وهذه ستتضح أكثر في موضوع السيرة الذاتية من المواقف التي تتطلب كتابة رسائل إدارية أيضا الحصول على خدمة عندما يحتاج أحدنا إلى خدمة معينة فإنه يرسل رسالة إدارية يطلب فيها هذه الخدمة لنقول مثلا أنني أريد أن أشغل الألياف البصرية عندي في بيتي فأرسل رسالة إدارية إلى الشركة أريد إصلاح مشكلة عندي مثلا في شبكة أو في مثلا جهاز معين عندي عليه ضمان كذا أكتب رسالة أطلب فيها خدمة وستكون من أنواع الرسائل الإدارية كذلك من المواقف التي تتطلب منا كتابة رسالة إدارية الدعوة لاجتماعي أو حفل رسمي وهذه أيضا تتكرر معنا كثيرا مثلا عندما تتخرجون ستأتيكم دعوات رسمية من الجامعة بحضور حفل التخرج أحيانا تكون محافل غير الحفلات يعني أحيانا تكون أمسيات أدبية قد تكون محاضرات علمية قد تكون ندوات قد تكون وراش قد تكون دورات كل هذه يأتي أو ترسل إلى المستفيدين رسائل إدارية بشأنها وأخيرا الرد على دعوة أو طلب هذه أحيانا تأتينا الرسالة ونرد بأننا نعتذر مثلا لعدم وجودنا مثلا في هذا المكان أو لارتباطنا بمواعيد أخرى أو لعدم تمكننا أو لأننا نعاني من ظروف معينة فنرد أو نقول يعني شاكري لكم وسنكون حاضرين ونشكر لكم ثقتكم وكذا ممكن يعني يحصل وليس دائما يعني ليس دائما يرد على الدعوات برسائل أخرى يعني في بعض المواقف يحتاج الشخص أن يرد على هذه الرسائل